يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التليفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضعية المصرية أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير يا عبدالسان صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الخميسة الموافق 13 يوليو 2023 خلاص جي الوقت اللي نقول فيه وبكل فخر اللي احنا عندنا مدينة طرفهية تضاهي كبرى المدن العالمية الطرفهية لقوا فين على ساحل مدينة العالمين تحديدا على ساحل البحر الأبيض المتوسط بنتكلم على واحدة من أجمل الشواطئ المطلة على هذا الساحل تحديدا بنتكلم على حدث طرفيه هو الأكبر منه النهاردة هينطلق هذا الحدث الضخم في مصر والشرق الأوسط وهو مهرجان العالمين الجديدة ونسخته الأولى من نسخة رقم واحد في سنة 2003 وعشرين حدث بيجمع جميع الفعاليات سواء كانت ثقافية سواء كانت فنية سواء كانت رياضية وسباء سيارات وغيرها كتير من المجالات الترفيهية للنهاردة مصر بتعلن من خلال هذا الحدث عن وجه جديد من أوجه الجمهورية الجديدة هذا حدث طرفيه مننا لكل منتظر هذا الحدث بمجرب ما أعلننا عنه لأن يمكن مصر يعني حباها ربنا بمقاومات كتيرة جدا وبأماكن جديدة كتيرة جدا أعتقد هي في حد ذاتها كل مكان من الأماكن الموجودة في مصر هو مقصد من المقاصد اللي يعني أي سائح بيتمنى لهو يروحها مبالك العالمين بقى أكيد نقدر نقول أن النهاردة الافتتاح بتاع الدورة الأولى للمهرجان اللي حيكون فيه أكتر من 12 نشاط طرفيهي هنلاقي مع بعض بنشوف عروض جوية لطيرات الارسي بمشاركة العمين المحترفين هنلاقي تحديات جاتسكي وبطولة كمان دولية للكورة الشاطئية هنلاقي عرض أزياء عالمي بيضم أفضل عشر مصممي أزياء بالوطن العربي وكمان مختلف الدول طيب هنشوف إيه في مهرجان العالمين الكديدة يمكن ده سؤال بيسألوا كل المتابعين للأخبار بمقرد إعلان أو انطلاق المؤتمر الصحفي اللي أعلن أنه هيكون فيه مهرجان هو الأول من نوعه في العالمين الجديدة وهيستمر لمدة 44 يوم بنتكلم تقريبا على فترة أشهر الصيف تحديدا المهرجان هيكون ليه طابع خاص طابع مميز هيكون فيه أهم المطربين في مصر ومش بس مصر كمان الوطن العربي ويمكن مش عاوز بس يبقى فيه نوع من أنواع المبلغة لكن هو ده حقيقي مش بس حفل التامر حسني ولا أنغام ولا إليسا ولا غيرها ولا نانسي أجرم ولا غيرهم من الفنانين سواء كانوا المصرين أو الوطن العربي لأه كمان هيكون فيه مجموعة من الفنانين العالميين اللي هيحيوا عدد من الحفلات في هذا المهرجان اللي هيكون فيه كمان حفلات موسيقية مميزة جدا على رأسها حفلة طبعا الأستاذ الكبير عمر خيرت ميم ما بيحبش عمر خيرت؟ ميم ما يحبش يحضر عمر خيرت وكمان في العالمين؟ طيب حنشوف مجهود كبير جدا إن شاء الله اتعمل عشان نقدر نشوف مهرجان على مستوى الحدث بيليق باسم مصر وبيليق باسم مدينة العالمين الجديدة المدينة السحيرة اللي فعلا بتعتبر وجهة سياحية عالمية وبتضم أبراج وبتضم فنادق وبتضم مراكز طرفيهية نقدر نقول إنها بتنافس أهم مدن العالم حشان كده حنتم معاكم وعلى مدار الأربعة واربعين يوم مهرجان مختلف تماما في دورة القولة نصبح على حضرتكم صباحا في مصر